عقدة لجنة القطاعية المشتركة لمتابعة مشروع إنتاج لقاح مضاد لفيروس كوفيد 19 اجتماعها دوري على مستوى وزارة الصناعة الصيدلانية الاجتماع يهدف إلى تحديث جدول الأعمال الخاص بطرق استغلال المدخلات من المعدات بغرض إطلاق حصص ودفوعات التصديق وكذلك تحويل تحليل ومراقبة الجودة والمادة الأولية المستقبلة والتصديق من قبل الوكلة الوطنية للمواد الصيدلانية كما تطرق الاجتماع للخطوات الأخيرة لمشروع إنتاج اللقاح الصيني كورونا ولقاح سينوفاك من قبل المجمع العمومي صيدال بالشراكة مع شركة سينوفاك حيث سيدخل حيز الإنتاج خلال السبع القادمة تنفيذا لتعليمات رئيسية الجمهورية والتزاما بتعليمات أيضا السيد وزير الصناعة الصيدلانية